بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأهلا وسهلا بكم أخواني الكرام أخوات الكريمات في برنامج صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى نتناول في هذا برنامج شرح أحاديث الإمام البخاري التي جاءت في صحيح البخاري في كتابه القيم الجامع الصحيح ونتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح والتبيين ونذكر أهم هذه المعانية التي جاءت في هذه الأحاديث وكذلك نذكر الفواعد والدرر التي جاءت في أحاديث الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى وكذلك نذكر أهم مقاصد سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولننزل معكم في شرح كتاب صحيح لإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ولننزل معكم في شرح كتاب الأدب وهذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه بوابه البخاري بقوله باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت قوله إذا لم تستحي من الحياء والحياء صفة خلقية تحترع الإنسان تحمله على فعل الجميل وترك القبيح وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان متفقن عليه طبعا حديث كلها يعني تبين بعضها بعضا ويكون معنى قوله من الإيمان أي شعبة من شعب الإيمان وحديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة مما يعني أي من الذي أدرك الناس والمراد بالناس يعني من أهل الجاهلية إلى وقت البعثة قوله النبوة الأولى أي من كلام أصحاب النبوة الأولى والمراد بالنبوة الأولى يعني النبوة السابقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني المعنى أن هذا الشيء متوارث عن جميع الأنبياء وما استقر في جميع الشرائع التي جاءت قبل شريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم تبدلت هذه الشرائع لكن هناك أمور لم تتبدل ولم تتغير قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اختلف في المراد في هذه العبارة قيل أن المراد التهديد والوعيد أي إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت فالله عز وجل يجازيك به وهذا يعني له نظير ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه يعني على هذا على سبيل التهديد كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والمعنى الثاني أن هذا الجملة يعني بمعنى الخبر أي من لم يستحي يصنع ما شاء فإن المانعة من فعل القبيح هو الحياء فإذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاء من يفقد الإنسان مثل ما نقول الحياء أو الحياء هذه الصفة الجميلة فيه تجد يفعل المعاصي والكبائر ويفعل الذنوب والعياذ بالله لذلك إذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاء وقيل أن المراد بهذه العبارة أنه أمر أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن أي إذا أردت أن تفعل أمرا فإن كان هذا الأمر مما لا يستحى منه فافعله إن كان مما يستحي منه عدعه إذن عندنا ثلاثة أقوال في معنى هذه العبارة المعنى الأول بمعنى التحديد إذا لم تستحي وصنع ما شئت فالله مجازيك معنى الثاني بمعنى الخبر أن من لم يستحي صنع ما شاء وفعل ما شاء والمعنى الثالث بمعنى الإباحة والإذن إن هذا الشيء إذا لم يكن مما يستحي منه ففعله وإن كان مما يستحي منه فتركه طبعا هذه العبارة تحتمل هذه المعاني الثلاث والأقرب أن نحملها على جميعها لأن جميع هذه المعاني صحيح وليس هناك يعني ما يرجح أحد هذه المعاني أخواني الكرام أخواني الكرام أخوة الكريمات من فوائد هذا الحديث دل هذا الحديث على فضل وفضيلة الحياء وأنه أيضا هو خصلة من خصال الإيمان وشعبة من شعب الإيمان وأنه مما استقر في جميع الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت كذلك في هذا الحديث يعني ورد بلفظ آخر فيه فضيلة الحياء وهو في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه أشد حياء من العذراء العذراء معناها المرأة البكر الفتاة البكر في خدرها يعني في المكان الذي تبقى فيه ولا تخرج منه والأصل في المرأة العذراء البكر الأصل فيها أنها شديدة الحياء وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم شديد الحياء كان إذا كره شيئا عرف في وجهه وهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم كذلك الحياء يكون من الله تعالى ويكون من المخلوق فالمخلوق من الله فالحياء من الله أن تستحيي من الله أو أن يراك حيث ونهاك فالحياء من الله يستلزم فعل المأمور واجتناب المحظور فالله عز وجل أمرك أن تصلي مع الجماعة في المسجد فعليك أن تستحيي من الله أن تترك الصلاة مع الجماعة في المسجد ربنا عز وجل أمرك بالزكاة فعليك أن تستحيي من الله عز وجل أن لا تزكي فأمرك بالزكاة وإعطاء الفقراء وإعطاء المال حقه أمرك الله عز وجل باجتناب النظر إلى الحرام فعليك أن تستحي من النظر للحرام و من فوأد هذا الحديث أيضا أن الحياء يكف الإنسان عن الشر والمعاصي ويدفعه دائما إلى فعل الخير والعمل الصالح هذا وصلى الله وسلم وبرك على يبينا محمد على آله وصحبه شكرا